خلانا نروح للشاشة كريم ونشوف برضو التشكيل وطريقة اللعب. طبعا. 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 من الامور الغريبة جدا 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 في كايزر تشيفز خلال بطولة دوري ابطال افريقيا السنانية. طبعا. طبعا. التلات حراس لعبوا. التلات حراس بتوعي الفرقة لعبوا في البطولة. ولكن الحارس الاساسي والرئيسي هو دانيال اكيبي وهو عنده تلاتة وتلاتين سنة. وهو طبعا الراجل يعني المفروض هو الخبرة وكل شيء ويعني معظم مباريات الدوري هو اللي بيلعبها. بس انا بشوف ان اكيبي برضو عنده بعض المشاكل عنده بعض الاخطاء اللي بيقع فيها في مباراة. حتى في ماتش الوداد اعتقد اللي كان فيه جنوب افريقيا هو اطرد في الديئة تلاتة واربعين كان ماتش عصيب جدا عليهم كان لازم يكسبوا بعد ما فقدوا خمس نقاط في اول جولتين. ولكن فجة نظري الشخصية ربما هيكون هو الحارس الاساسي اللي انه بفوما الحارس البديل خمسة وعشرين سنة وربما ما يبقاش عنده القدرة الشخصية والمعنوية انه يلعب ماتش فاين ازا ده فاشوف ان اكيبي هو اللي ممكن يبقى الحاسة طيب. الروح خمس دفاع. وفي وجه نظري برضو هو الاحتمال كبير يلعب بخمسة اكتر ما يلعب به اربعة لان بدايته في دوري جنوب افريقيا السنة اللي ما كان بيلعب باربعة كانت نتائج يعني هزيلة جدا حتى اول جولة خسره من سانداونز تلاتة صفر وجايبين نهارده فيديوهاك المباراة دي. ففوجة نظري هيلعب بالخماسي اللي احنا شايفين. وهما مين بقى? على الجانب الايمن. فروسلر لعيب اه فوجة نظري متوسط الاداء عنده مشاكل كبيرة جدا. انه فوجة نظري اكتر تغرتين في كايزر تشيفز هما فروسلر وزولو الباكل الشمال كم هائل منها اخطاء بتتم في الاطراف خصوصا عند الظاهرين. لكن في قلب الملعب بقى بنتكلم على دفاع صلد قوي طويل. بنتكلم على دانيال كاردوزو وبنتكلم على اريك ماتوني ونجانزة التلاتة وماتوني نفسه مية تمانية وتسعين سنتي. بنتكلم على بورج. بورج. ودانيال كاردوزو مية خمسة وتمانين سنتي. ونجانزة عنده مية اربعة وتمانين سنتي. وبالتالي هما بيحاولوا دايما يجبروا المنافس انه يلعب الكرات العرضية. ده الجيم اللي نجحه يكسبوه من الوداد ليه? ببساطة ماتوني اول ما مش هي مش هي نط. هو مش متاجي نط. الراجل يقترب من مترين وهو واقف هيطلع كرة. عمل جمب. فهنا بنتكلم على لاعب ممكن يقترب يا احمد من اللي اتنين متر. صح. وعشرين سنتي. يمكن هما يعني زي ما يا كريم قال كده هما بيخلوك ان انت تهاجمهم. نفس طريقة لعب هكتور كوبر ان انا تعال اعمل العرضيات عادي ما انا عندي مدفعين كلهم حاجة وتسعين طوال. مهما عملت عرضيات هما عندهم الميزة دي. لكن على الارض لو وديتهم لو. انا ممكن اروح على الخط واعملها على الارض باكباس. اعملها على الارض جامد. يعني ممكن يبقى لها حل. طبعا بس طول ما انتم داية المساحة. الاخطاء بتقل. بيبقى ما ما فيش قدامها غير حلول. يا اما عرضيات. يا اما تزددات. يا اما حل فردي في واحد على واحد. وبالتالي هو يعني نوعا ما لو فتح وديك مساحة. عشان كده الهدف المبكر ان شاء الله. ان شاء الله لو جبنا هدف مبكر في اول تلاتين ديها هيسهل. هيلغبط كل حاجة. هيسهل علينا المطش كتير. ليه? لان او نيجزانة. التلاتة دول ممتازين جدا في عملية طول القامة. نقطة مهمة جدا. الحارسين برضو مميزين. سواء بفوما او دانيال اكبايه. دانيال اكبايه ده حارس منتخب نيجيريا. وبفوما الحارس برضو حارس مميز جدا ويعتبر هو من الحراس الاساسيين عنده. وبالتالي عنده حارس مميز وعنده الدفاع طويل القامة. فبالتالي يعني ده يخليك ان ان انت تبدأ تهاجم وتعمل يعمل دفاع منطقة. وانت تحاول تختاركه. نيجي بقى لي الاتنين الارتكاس طبعا كاتاسيندي. الارتكاس عندهم بيجمع ما بين الخبرة وما بين الشباب. الخبرة هو كاتاسيندي وهو من زمبابويه. خمسة وتلاتين سنة. ولعيب برضو من اللعيبة اللي هي كاسحة الالغام في وسط الملعب. بلوم رقم اتناشر ده لعيب الشباب عند واحد وعشرين سنة وبيلعب في منتخب جنوب افريقيا. ايو. ممتاني اكتر لاعب عامل انترسيبشن. ومميز جدا مهاري. تاني اعلى معدل مراوغات نجحة بعد باركر. نيجي ليه التلاتة اللي قدام. ودول بقى اللي هو محور كلامنا النهاردة تحديدا. دول بيطبقوا الهاجمة المرتدة. ازاي? هنتكلم عنهم ونشرح بالتفصيل. طبعا باركر رقم خمسة وعشرين عنصر الخبرة وقائد الفريق. ده خمسة ثلاثين سنة. لعيب دولي في منتخب جنوب افريقيا من زمان. اه. وكاسترو. كاسترو اللي هو اللعيب الكولومبي. اللي هو رقم تمانية. لعيب برضو يعني مميز جدا. بيخش دايما للعمق. وعنده حتة بيكمل لجوة. اما نيجي للمهاجم الخطير السربي. واهم لاعب في الفريق ده. سامير نوركوفيتش. يمكن هدفين الفرقة. سامير نوركوفيتش اللي هو المهاجم السربي. وماتونو اللي هو مسونو اللي هو المدافع رقم تلاتة. هم. يعني اتخال لما المدافع يبقى تاني هدف الفرقة. ده دليل ان في باترنا هنتكلم عنه في الدربات الركنية بينفزوه بصورة كويسة جدا. طيب. خلينا نروح لأهم نقاط القوة اللي موجودة في آآ هذا الفريق. فضل احمد خليك انت نكمل بس صورة التشكيل التاني. يعني ده التشكيل الاول اللي هو طيب. هل انت بس متوقعين انتو الاتنين ان هم هيلعبوا خمسة? على وجهة نزل هي لعب خمسة. طبعا مش هي غير طريقة اللعبة. هي خمسة اربعة واحد في الحالة الدفاعية بتتحول لتلاتة اربعة تلاتة في الحالة الهجومية. اوكي. عن طريق ان الاتنين الظاهرين بيتقدموا. تقدموا رباعي. اه التشكيلة لو جبنا التشكيلة التانية هات بس التشكيل التشكيل التانية ايه الخلافات ايه اللي هو الخيارات اللي هي برضو عنده مدارب كايزر تشيفز اللي هي ممكن يغيرها. نفس التشكيلة بالزبط بس احراسة المرمى ممكن يبدأ بدانيا الاجبايه اللي هو حارس منتخب نيجيريا اللي هو تقلق في المباراة الاخيرة. او نجوكبو. نحط عليه دايرة وده العيب مهم جدا رقم خمستاشر. مفتاح بناء الهجمة المرتدة عندهم. لعيب حريف قوي. رقم خمستاشر دوت اللي هو بالقدم اليسرى. وهنتفرج عليه العيب مهم جدا. باركر وسامير نوركوفيتش. والباك الشمالي التاني الموجود ساسمن. اللي هو رقم عشرين. اذا الخلافات الموجودة عنده الحارس المرمى. الباك ليفت. ونجوكبو اللي هو اللعيب الجناح. دول التلاتة اللي ممكن يغير فيهم.